موسيقى موسيقى مساء الخير على الجميع هذا كمال الرياح يحييكم كالعادة من بيت الخيال بيت الأداب والفنون بيت للأداب والفنون الفن والأدب كالعادة لكل من هب ودب في عدد خاص من بيت الخيال اليوم نستضيف تجربة عرقية عربية متميزة أسست لنفسها خصوصية داخل المشهد الروائي العربي وحققت نجاحات عالمية في أوروبا وغيرها اليوم نستقبل بحب كبير وبتقدير كبير الروائي العراقي علي بدر مرحبا بك علي أعسلام أعسلام طبعا لك هو شائج كبيرة مع تونس وهذا دخول بقوة طبعا هذا دخول بقوة سنتحدث طبعا سنتحدث عن هذه العلاقة بينك وبين تونس لنبدأ من البداية وأنت بدأت بهذه التحية التونسية طبعا علي سوف يكون حديثنا عن بعض أعمالك إن قدرنا حول أفكارك ورؤيتك للكون ورؤيتك للأدب نبدأ بآخر ربما بآخر ما صدر لك من أعمال في أوروبا مترجمة يعني عرفناه علي بدر أيضا ببابا سارتر ببابا سارتر هذا العمل المتميز الذي صدر هذه منذ مدة قليلة في ترجمة فرنسية عن دار لسوري يعني اتحان هذه القلعة ليس بالسهل فألف مبروك شكرا جزيزي أولا لكن في الحقيقة هذه الرواية لها حكاية ولها حكاية مع تونس ولها حكاية معك بدأت حكايتك إذن برواية أطروحة تقريبا بابا سارتر وتنتقد فيها الذهنية ربما الثقافية العربية المتأثرة بالوجودية في تلك الفترة رفضت هذه الرواية ربما في دور النشر العراقية نشرت في بيروت توجت في تونس بجائزة أبو القاسم الشابي ثم الآن تترجم إلى لغات العالم لو نتحدث عن هذه الرواية كمدخل ربما لحديث حول تجربتك الرواية طبعا شكرا ولسيما فعلا لدي قصة قديمة مع تونس وهي التي توجت رواية بابا سارتر وربما حتى قبل العراق ولذلك أنا أعتقد أن كل الأشياء ربما تبدأ مصادفة وهذه كانت مصادفة جميلة في حياتي أنه في البداية كان لدي شعور في مرحلة التسعينات بتلك المرحلة فعلا كان للنقد أهمية كبيرة في العالم يعني كان النجوم الأدب هم النقاط بالتأكيد وخصوصا بعد الدراسات الحديثة البنيوية والسيميولوجيا وكاننا في العراق لدينا أيضا حكاية كبيرة مع هذه الدراسات الحديثة وخصوصا الدراسات الثقافية العراق كان قد منع الكتب من السبعينات إلى الثمانينات ولكن بعد احتلال الكويت نقلت مكتبات من الكويت إلى العراق وربما الكتب حتى لم تكن مقرؤة وهذه الكتب التي جاءت هي دراسات حديثة ميشيل فوكو جاك داريدا وهذه خلقت فعلا داخل الجامعة العراقية ثورة يعني ثورة باستمولوجيا بالتعبير المعاصر وكنا طلاب وبدأنا نقرأ وأنا كنت متأثر جدا بي يعني خصوصا دراسات البوستكولينياليستديز اللي هي ما بعد الكولينيالي إدوارد سعيد وهمي بابا وغيات ريسبي ذاك وكل ما كنت أريده في تلك المرحلة هو أن أصبح استاذا جامعيا أكاديميا ناقدا مرموقا مثل يعني هذه هولة النجوم وعرفت في تلك الفترة بكتاباتك النقدية بالضبط وبالضبط 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 بالتفكيك وبدايت بجاك داريدا وكنت بقسم اللغة الفرنسية أدرس الفلسفة وأدرس ثلاث لغات الحقيقة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وكنا نعتقد أنك شيخا في تلك الفترة طبعا يعني كانت تصور عني لأنني كنت بدون صور وكنت كثيرا مهتم بكتابة إلى حد ما كانت معقدة لأن كانت هذه الدراسات دراسات فيها جهاز اصطلاحي متماسك وبالتالي وكان جينا أكثر تعاملا معه يعني الجيل السابق لم يكن يستطيع فلا التعامل مع هذه المصطلحات بشكل مريح ولا حتى بفهم يعني كان جينا الأقدر على فهم هذه التقنيات ولذلك كان يسمونها يعني بداخل الجامعة المغاربة العراقيون لأن كانت أكثر الترجمة تجي من المغرب العربي يعني من تونس ومن حكم العلاقة بينهم بين الفرنسية ربما أكثر بالضبط بالضبط يعني كانت هم أكثر يعني أنا في تصوري أنه يعني الثقافة العربية مرت بثلاث مراحل كانت هي دائما يعني تجلب الثقافة من الغرب في المرحلة الأولى كانت مرحلة عصر النهضة يعني طه حسين العقاد وكانت فرنسا وبريطانيا يعني في تلك الفترة الترجمات تقتصر عليهم في المرحلة الثانية كان مرحلة الستينات كانت بيروت هي المركز في تلك الفترة وكانت يعني الترجمات تأتي بالوجودية ويعني تقريبا المركزية الأوروبية وليس المركزية الكلاسيكية بعد سقوط بيروت ظهرت من المغرب العربي كانت في الغالب الترجمات عن السيميولوجيا والبنيوية وإلى آخرين والعمبارت وجاك داريدا اكزاك يعني هو هذا هذا جيلي يعني هذا الجيلي الذي تأثر بهذه الدراسات المترجمة ويعني خصوصا كانت هي بوابتنا لمعرفة هذه الاتجاهات وكذلك بدأت الكتب يعني بدأنا بالتعامل مع هذه الكتب وكان كل تفكيري هو هذا وبالصدفة وأنا يعني أقارن بين ترجمات الوجودية إلى العربية لحظة من اللحظات اكتشفت يعني في شيء يعني مخل طب إذا كانت هذه الترجمة كيف فهموا الوجودية في تلك المرحلة بدأت بإعداد أطروحها عن الوجودية العربية يعني كيف فهم العرب الوجودي كنت بالضبط أتحدث عن الإيميتاسيو يعني على فكرة التقليد يعني كيف قلدت الفكرة الأساسية اللي كنت أطرحها أنه يعني كل تصوراتنا عن التراث هو في جانب نقلي وفي جانب عقلي ولكن اكتشفت أيضا أنه العمل مع ثقافة الغربية كذلك كان نقليا وليس عقليا يعني لم تكن هناك حركة نقدية إذا الأفكار الواردة من الغرب وبدأنا يعني نتأثر بها فأريد تعرف كيف كان التأثر ولكن كان هناك طبعا يعني شيء أيضا خاص يعني يعني عائلي لنقول أنه هذا جيل والدي اللي هو جيل الستينات كلهم كانوا يطولون الشعار بهذه الطريقة يرتدون معاطف بابيون يعني صورة المثقف كذلك هي صورة شكلية وليست فقط يعني بإطار ثقافي وفكري بدأت بإعداد الأطروحة بدأت اختبار بدأت من هنا المشاكل بيني وبين المؤسسة التعليمية وأسباب عديدة فيها سياسية وفيها اجتماعية وفيها يعني ثقافية هم من جيل ونحن من جيل آخر فجأة شاهدت نفسي أني فصلت من الجامعة ولكن لدي طروحة فيها ديها معلومات كثيرة غنيمة بالضبط غنيمة نعرفية كيف في تلك الفترة كنت أعتقد أو على الأقل كنت أطور فكرة أن الرواية هي النقد يعني وهي البحث يعني لا يمكن أن تكون الرواية فقط هي عبارة عن حدوتها هي عبارة عن قصة يعني نتكلم ولكن هي شكل من أشكال النقد وهذا جاءتني من رؤية أن الجامعة يعني الجامعة بدت في الهبوط وبالتالي كنت أعتقد وما زلت أعتقد أن الرواية هي البديل الحقيقي وليس الاستعاري عن العلوم الإنسانية عن العلوم الإنسانية هذا فكرة مهمة جدا لأن العلوم الإنسانية بدت بالتهاوي مع الجامعات ارتباط الجامعات بالغالب مع السلطات السياسية والسلطات الاجتماعية أيضا والسلطات الدينية طبعا هناك تأثير بالغ على الجامعة وعلى مسارة الجامعة والتالي يعني أعتقد أن الرواية وما زلت أعتقد أن الرواية هي فعلا قادرة على بيان الحركة الاجتماعية الخفية الحركة الاجتماعية الخفية وبعد ذلك يعني طبعا أفضل من العلم الإنسانية من كون العلم الإنسانية فيها فكرة المنهج التي تقول أنه المنهج علمي الميتود ولكنه بالحقيقة فيه كثير من القصر يعني ولكن بالرواية فيه انكسارات يعني البطل ممكن أن يكون الآن بفكرة وبعد ذلك بفكرة أخرى وبالتالي لا يمكن التعميم مثل ما يمكن أن يحدث داخل العلم الإنسانية منها بداية هذا الرواية بثلاثة خطوط الخطة الأول كنت أعتقد أنه هي إذن أنت حولت هذه المادة هذه الغنيمة التي تركت في يدك بعد خروجك من الجامعة هذه الأطروحة مشروع الأطروحة إلى عمل إبداعي بالضبط بالضبط يعني أضفت إلى فكرتين يعني فكرة الخيال كيف يستطيع استعادة مرحلة ما كانت قد تهاوت بالبن فيه شيء مهم في تلك الفترة كانت بغداد في طريقها إلى الاختفاء يعني في التسعينات وخصوصا بعد الحصار الاقتصادي يعني كنت أكتشف بغداد من خلال الرواية أيضا كنت أقرأ عن بغداد في الستينات بغداد في الستينات كانت حاضرة ثقافية واجتماعية وسياسية حقيقية يعني كانت أقاثة كريستي تسكن في بغداد كان ديزموند ستيوارد يسكن في بغداد يعني كانت مكان ثقافي جميل في شارع واحد هناك عشرات السينمات عشرات المكتبات محلات بيع الستوانات البارات مدينة حقيقية مدينة على الطراز الحديث وفي طبقة وسطة متماسكة إذن كان بالنسبة إليه هو نوع من ما يطلق عليه يعني استعادة مرحلة كانت في طريقها إلى الانهيار السلطة السياسية في تلك الفترة كانت أيضا تركز أنه يعني كل الخطابات السياسية كانت تركز أنه كل ما هو ما قبل الثورة كانت سفر كانت سفر يعني كانت تجرم كل ما هو ما قبل الثورة وأن الحياة بدأت ما بعد الثورة وألغت يعني كل هذا ما يطلق عليه بالعمليات التاريخية لسرد الماضي كانت تقوم على هذه الفكرة السياسية لذلك يعني حاولت من خلال الرواية أن أجعل من الرواية هي يعني بديل عن التاريخ بديل عن التاريخ يعني تقول ما لا يقوله التاريخ التاريخ راح يهتم يعني بالجانب اللي نقول عليه الجانب الرسمي يعني الرواية الرسمية الرواية بإمكانها أن تقول الجانب التحتي من المجتمع من لا يهتم بهم التاريخ التاريخ يهتم بحركة قادة ورؤسة صوت المهمشيين بالضبط بالضبط يعني صوت ذول الناس اللي هم الناس العاديين وكذلك لم أخذ المثقف المثقف الرسمي لكن هذا المثقف الذي هو في الغالب مثقف ثانوي ولكن هذا المثقف الثانوي في الحقيقة هو يحمل كل خصاص المثقف الرسمي يعني بالشكل بالهيئة ولكن استخدام طبعا وهذا هو الجزء الأساسي الذي استخدمته في الرواية يعني وضعت السخرية هو طبعا الكيتش المثقف تقريبا هو السخرية طبعا سنعود إليها يعني تظهر حتى في الغلاف الترجمة هذا طبعا صارت المتربش بشكل أو بآخر بتربوشه طيب عندما ظهرت هذه الرواية التي جاءت ربما نبتت من هذه الأطروحة ونتحدث عن مصطلح أيضا الرواية الأطروحة هذه هي رواية أطروحة فعلا طبعا 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 الكثير من النقاد عندما ظهرت هذا العمل اعتبروا أنه هو أعلان عن الرواية العربي الأول الما بعد حداثي حتى هذا موجود حتى في دراسات وغيرها يعني هل فعلا تعتقد أنك كنت منشقا في كتاباتك صارت قطيعة بين السرد العربي الكلاسيكي والسرد الذي بدأته مع بابا سارتر الحقيقة هذا للنقد يعني أنا لم أكن مهتما فعلا بما يقال من طروحات نقدية إذا الرواية كثيرا كنت مهتما فعلا بشيء أساسي يعني في داخل الرواية شوف في مسألة مهمة جدا مهمة يعني قرأتها مرة عرضا عند بختين بختين يقول أنه الشعر دائما يرتبط بسلطات يعني سلطات متماسكة سلطة لنقول دكتاتورية دكتاتورية أول استقراطية هو كان يقول أنه الاستقراطية في الغالب يعني بالمستمعات الاستقراطية الما قبل البرجوازية هذا هو في تحليل عن ظهور الرواية الأوروبية وظهور الرواية الغربية كانت يعني ترتبط ارتباطا شعريا يعني الشعر يقوى والنثر يغتل أو يضعف ولكن حينما تضعف السلطة تظهر كل هذه السوسيولكتات كلام المهمشين الحياة الاجتماعية تعدد الأصوات تعدد الأصوات بالضبط يعني في كل هذا راح يكون في خزين في يرتبط يعني كله يظهر في نسيج خطابي واحد ما يسمعه بالأسلبة بالضبط يعني أنه كيف ممكن كل هذه تظهر وفيما بعد أنه يأخذها في اسلوب واحد يعني ولكن هي أساليب متعددة إذا نظرنا إلى العراق راح نشوف أنه في التسعينات فعلا طبعا في الثمانينات لما كانت السلطة السياسية قوية كان صوت الشعر عالي صوت الرواية بدأ في الانخفاض وعدد الروايات قليل جدا قليل وحتى هذا العدد القليل كان متأثرا تماما بالشعر حينما ظهرت التسعينات ظهر شيء آخر بدأ الشعر يهبط حتى القصيدة التي كانت يعني موزونة ومقفالة هو يعتقد أنه الريتمة نعم الريتمة الريقاح هو الشيء الأساسي اللي يوحد الخطابات في تلك الفترة يبدأ ينهار حتى القصيدة بدأت تتحول إلى قصيدة نثر وأنا خصوصا بالعراق وبدأت تظهر الرواية أنا يعني اليوم هذا تحليلي للرواية في تلك الفترة هو لا بد أن يكون هناك خط معينة تظهر يعني من خلال الرواية كانت فعلا لا علاقة لها بهذا النسيج اللي كان يعني يظهر كروايات لغة شعرية في تجريب كثير الرواية كانت فيها سوسيولكتات كثيرة لهجة اليهود لهجة المسيحيين هذا لم يكن يذكر في الرواية العراقية حتى المسيحيين في العراق لم يكنوا يكتبون عن مجتمعاتهم المسيحية يعني هذا الرواية كانت بالأول رواية تتكلم عن هذا التعدد الاجتماعي في العراق يعني مسيحيين يهود صابئة إلى آخره من الجنوب من الشمال إلى آخره هذا التعدد لأول مرة يظهر في نسيج خطابي واحد الذي هو داخل الرواية كنت معنيا كثيرا بفكرتين أساسيتين اللي هو قطيعة فعلا من الرواية العراقية السابقة وكيف كانت تكتب هذا من جهة من جهة ثانية هي كيف تكون الرواية هي إعادة كتابة حياة ناس أحباله بالتاريخ يعني التاريخ الرسمي وبالتالي استعادة مفهوم جديد لمفهوم الأمة وأنا كنت متأثر في هذا كثيرا تأثرت به بطروحة هومي بابل ناسيون إلى ناراسيون كنت أشوف بالضبط يعني كان عندي هذا التصور نشوف عدنا حساسية كبيرة نحن في العراق لأننا عشتنا مرحلة الـ 91 يعني خصوصا يعني جيلي واحدة وتسعين هو نوع من الجرح الوطني الكبير يعني البلد انهارت ضربت بثلاثين دولة ووضعت على الـ يعني وضعت بانهيار كامل في تلك الفترة مثل مثل كل اللي في عمري يعني صبيان أنت دائما تعتقد أنك فاني وبلدك خالد لا يمكن أن تفكر في يوم من اليوم أن تونس ستنتهي ولكن أنت ستنتهي لكن في تلك الأيام شعارنا بأن العراق سينتهي يعني ممكن أنت تبقى تعيش ولكن تختفي فكرة الأمة يعني فكرة الوطن عملية محو مبرمج هي بالضبط بالضبط هذا فصار عندي خوف أنه هذا البلد ينتي تماما ويلغى من التاريخ وكثير من البلدان في العالم انتهت من التاريخ يعني بعد لا وجود لها فكانت لدي شعور كيفية استعادة مفهوم الأمة ولكن عن طريق الخيال عن طريق الإماجيناسيون واستعادة البلد هذا الذي هو في طريقه إلى الزوال استعادة حياة الاجتماعية استعادة حياة الثقافية وفي ذلك الفترة يعني صعدت أصوات جديدة وذات طابع سياسي خارج يعني خارج العراق وموجه العراق لا أريد أن أذكر شكلها ولا كانت تريد أن تلغي أي دور للعراق في الثقافة العربية كانت تريد تمحوا يعني الدور العراقيين في الثقافة العربية فكان لدي هاجس في تلك المرحلة كيفية استعادة هذه الثقافة ولكن بطريقة ثانية غير الطريقة التي تستعاد فيها الثقافات أو تستعاد فيها يعني ليست رواية تاريخية بالمعنى الرواية التاريخية ولكن كان عندي يعني شكل تعرف أنت كل المواجهات السياسية في تلك الفترة في يعني مرحلة الحكم يعني في العراق كان تعطي صورة للعراق هي الصورة العربية الذكورية يعني هذا الشخص من الشوارب وكاننا يعني سيدة الرئيس وحمايته هي الرواية الرواية المصرية تقريبا يعني هناك شخصية دائما شخصية شخصية الرجل الطويل المكتئب هذا اللي هي تقريبا مستنسخة من جمال عبد الناصر في جميع الروايات في الرواية العراقية شخصية صدام حسين تقريبا هي البتلة بملمحها وليس فقط في الرواية وحتى المجتمع يعني المجتمع كله طبعا حتى المجتمع وربما حتى الآن ما زالنا نرى هذه يعني على الأقل أنا كان لدي يعني أنه فكرة بدل وفي خوف من العراقي يعني العراقي عنيف وهي كانت الصفة العامة العراقي عنيف العراقي قوي العراقي يعني جبار عند شوارب لا يضحك ومتجهم أنا كتبت الرواية العراقية ساخر وهو أيضا يسخر منه ولكنه إنسان يعني تحب بدل ما تكره بدل أنك تحب فكان لدي تصور أنه بإمكان يعني تغيير الصورة النمطية الستوريو تايب عن الشخصية العراقية أنه ومو هذا وأنا أول من بدأ بحلق الشوارب يعني حلقة شواربي ويعني بدأت بحياة ثانية غير هذه حياة في البداية كانت لي استعادة صورة العربي الذكورية يعني أنه يكون ذكر أنه عند شوارب وهو عنيف وهو لا يضحك ولكن هذه بدأت هي فعلا كذلك بالتهاوي مع تهاوي فكرة الأمة صحيح فبداية بكتابة الرواية بهذه الطريقة طبعا الرواية كانت قد رفضة رفضا كاملا يعني اجتماعيا بالعراق ونقديا أيضا على اعتبار أنه هي ساخرة من المجتمع العراقي ساخرة من الشخصية ولكن المفاجأة كانت لدي أنها توجد بجائزة من تونس وترجمت في فرنسا ستان رومون قال هنا نتحدث عن هذه الانطلاقة في علاقتها باللغة وأنت أشرت إلى ذلك يعني اللغة حدثتني يوم من الأيام عن أن اللغة التي تكتب بها الرواية العربية هي أشبه ما تكون بلغة سلفية تأتي من ثقافة ربما ثقافة قرآنية ثقافة مقدسة هذه اللغة في الحقيقة لا نجدها في الرواية الغربية المعاصرة لا نجد هذا النوع من اللغة إنما الرواية في العالم تتعامل مع اللغة كأداة براجماتية اللغة براجماتية وظيفتها تنتهي عند وظيفتها الجمالية داخل النص ودفع لحبكة الرواية بالضبط الواقع كانت لغة الرواية بالنسبة لي شيء مهم جدا يعني تعرفت اللغة العربية مرت بمرحل كبيرة في تطوراتها ولكن بشكل ما تعتمد على ثقافة البلد وعلى تنوعاتها الثقافية والسياسية بالمشرق العربي كانت التجربة إزاء اللغة كانت تجربة مختلفة وهذه التجربة من وجهة نظري كذلك محكومة بالتعدد الأثني والتعدد الديني والثقافي أيضا في المغرب العربي بقيت يعني كنت أقرأ الرواية بالشكل العام لا أحدد نمط ما من الكتابة ولكن بشكل العام كانت فيها مؤثرات كبيرة من اللغة القديمة يعني العربية الصحيحة لنقول العربية الاستندار وهذه العربية الاستندار اللي هي كانت تذكر تماما بالعربية يعني بطابحها الأساسي طابع قرآني الديني وبالتأكيد وبالعالم العربي والمعجزة يعني فيها طابع الإعجاز والاستعاري طبعا 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 وهي متماسكة جدا يعني مكتوبة في تعبير فرنسي يقولون تيغي باغ كاتخي بانجل يعني مجرور زر يعني اللغة محمود المسعدي يعني بالضبط يعني بالعراق وفي لبنان وفي سوريا فيه تعدد أثني هاي الأثنيات القديمة المسيحية أو غير الإسلامية أرادت التعامل مع اللغة العربية باعتبرها معرب باعتبرها معرب استعادة اللغة العربية ولكن بطريقة ثانية أي بمعنى كيفية كتابة لغة العربية لا تذكر بالمركز الإسلامي السني الارثدوكسي هذا إنجاز كان إنجاز بدأ من القرن التاسع عشر وانتهى بالقرن العشرين ابتداء من ترجمات الإنجيل لما جاء جيلي يعني كان هناك فعلا فيه صراع في إطار اللغة حتى بالجامعة يعني حتى بالأكاديمية لما كنا موجودين في الجامعة كان تركيز كله على اللغة وكان يطلقون عليها اللغة الصحيحة ويقولون هذه ليست لغة عربية أصلا يعني ما يكتبوها المسيحين الشوام والمسيحين اللبنانيين ويعني بعض العراقيين كانوا يقولون هذه كان أنت هذه المراكز الأثنية المهمشة قدرة على استعادة لغة لتدمير ثابت المركز اللي هو فيه ثابت الحضور يعني البريزنس فيه داخله عن طريقة استعادة لغة ثانية أنا استخدمت هذه اللغة يعني رأسا عدت إلى كتابة لغة ما سمتها باللغة الحية والحسية الحسية بالضبط يعني لغة لا تذكر بأي تجريد يعني ذيك اللغة بها تعتمد تجريد وبالتالي هذا التجريد كان يخفي الواقع يعني لما تقرأ الروايات اللي مكتوبة بهذا الطريق وطرحوا أنا وهي تجربة لغوية وهي التجربة اللغوية قائمة على الاستعارة وخصوصا الاستعارات المكانية يعني استعارة كثير بعيدة استعارة ذات طابع كنائي وبالتالي غيبت تماماً الواقع الموجودة أنا بتعدت كلياً عن هذه اللغة حاولت استخدام لغة يومية لغة حية ذات طابع حسي طابع متاعي وهي قريبة جداً من لغة الحياة يعني اللي موجودة ولكنها قادرة على التفكير أيضاً أي بمعنى بالإمكان استخدامها كأداة للتفكير الفارغ أنا بوجهة نظري بين اثنين يعني وكثير من الروايين كنت يعني أقول للي تكتب مثلاً بلغة معقدة أقول لأفكار معقدة أنا أقول لأفكار واضحة لا يمكن أن تكون معقدة ولكن كيفية طرحة هو هذه القضية يعني كيف نقول هذا الشيء وبالتأكيد أنه يعني كلنا لدينا فلسفات يعني هذه الفلسفات يعني نعيشوها وبالتالي ممكن تحويلها فيما بعد إلى نص ربائي نعم علي يعني أنت متبني هذه الفكرة فكرة أن التنوع الثقافي وربما دور الأقليات أيضاً في تطوير اللغة المهيمة يعني اللغة المهيمة اللغة العربية يمكن الأقليات أنهم يطوروها عندما تحدث عن تجربة مثلاً سليم بركات في كتابة الرواية أعتقد أنه ذهب بها بعيداً وربما في هذا الموقف بالذات يعتبر أنه ذهب بها نحو أصولها أيضاً يعني هو لم يطورها في اتجاه البراجماتية إنما طورها في اتجاه الإعجاز وأنا أعجزكم بلغتكم العربية وهي تجربة مختلفة تجربة سليم بركات تماماً مختلفة تجربة سليم بركات قائمة على فكرة التنافس وهذا التنافس شاهدته خصوصاً عند شوف لدينا أثنان من الأثنيات بالمشرق العربي فيها أثنية قومية وفيها أثنية دينية الأثنية دينية يشتركون معنا بالقومية لهم عرب بالتالي ليس لديهم أي شعور بالدونية كعربي إزاء العربي ولكن الحركة إزاء اللغة حركتهم إزاء اللغة هي تدمير مرجعية هالإسلامية تحويلها إلى مرجعية مدنية حتى نشترك بها كلانا اللي هي اللائكية يعني اللغة اللائكية لنقل بهذا التعبير القومي الأكراد وغيرهم كان هناك شعور بكيفية منافسة المهيمن الشعيرية أيضاً يعني ذات طابع سردي ولكنها فيما بعد هي شعيرية كاملة طورها يعني هذه اللغة هي مصادري بالحقيقة هذه هي مصادري الحقيقية هي هذه كيفية ما قام به المسيحيون العراقيون واللبنانيون بتطوير لغة ذات طابعة يومي حسي حياتي عن الحرف اللي هم أغلبهم حرفين انت انزل إلى بغداد مع والدي وشوف كل أصحاب الحرف هم من الأثنيات الدينية ما مسيحيين ما صعبي يعني في حين العرب والمسلمين كانوا هم الإدارة يعني هم الجيش والموظفين وهؤلاء كان عندهم يطورون نوع من السوسيوالكتر يعني لهجة اجتماعية خاصة عن طريق المفردات تولي شفرات شفرات وبعناتهم شفرات أنا حاولت أن نستفيد منها هذه الشفرات لأنه هي فيما بعد هي الوحيدة اللي باقي يعني هي اللي أخذت نوع من الكونتينيويتة لأن هذا سوق والسوق يستطيع تبادل اللغة مثل التبادل السلاح وهذا هو المنتبهي لكلود ليفشتراوس طبعا يعني هذا هو نوع من التبادل طبعا هو نوع من التبادل ولذلك كان التركيزي الأساسي هو كيفية استعادة لغة هي لغة هامشين اللغة مقموعة بالأساس يعني كونها لا تدخل إلى التاريخ اللغوي الرسمي كنت تكتب الرواية بشكل آخر وكذلك طورت لغة سينماية بمعنى يعني حركة الفرد أكل شرب واستخدام هاي الأشياء نبقى في اللغة ربما سؤال الأخير في هذه المحور نتحدث يعني علي بدر المتخرج من الأداب الفرنسية ودارس الفلسفة الذي يقيم في بلجيكا ناطقة بالفرنسية مبدئيا قريب من فرنسا يترادد على فرنسا لكنه يختار أن يواصل الكتابة بالعربية وربما يضطر أنه يبقى خمسة عشر سنة روايته بابا سارتر حتى تظهر بالفرنسية تقرأ بالفرنسية في دارلوس طبعا هذا إنجاز كبير لكن هذا أكيد خيار اختيار اختيار أنك تكتب بالعربية حتى وأنت يعني المسألة ليست مسألة عجز الكتابة بالفرنسية والمحيط الذي تقيم فيه هو محيط فرنكوفوني ورغم ذلك تختار العربية أنت لك رؤية في هذا ولك موقف ربما من استعمال اللغة وعلاقتها بموروثها بالتأكيد أنا من وجهة نظري هناك نوع من التطابق بين هويتك أنت وبين لغتك وبين ثقافتك بمعنى لا يمكن يعني أشوف صعوبة كبيرة باستخدام اللغة يعني ذات جهاز مفاهيمي بالتعبير عن ثقافة ثقافة يعني مختلفة كليا أوكي هناك تجارب كثيرة نجحت ولكن هذه التجارب الكثيرة في حقيقة ليس فيها انشقاق ديني أي بمعنى يعني البولوني ليس يعني مثلا يعني بالنسبة إلى العربي المسلم وليس الإنجليزي الذي يكتب الفرنسية أو الفرنسي الذي يكتب الإنجليزي هذا تماما مختلف لأن هناك نوع من التطابق بين اللغة يعني كلغة كحامل والمحمول اللي هو الثقافة الدينية التي تشكل من وجهة نظري عمليا هو هذا كل اليوم يعني والضرورة يعني الثقافة الدينية هي ثقافة العبادات ولكن ما ورثناه من كل شيء يعني من الشعر من الإيروتيزم صحيح من ال ولذلك أنا دائما أقول أنا مثلا يعني بالنظر هذا تراثي وأنا أختار ما أشاء منه ولكن بمعنى ما كان خيار اللغة العربية خيارا يعني أصلي وليس يعني لما أردت أن أكتب بما في حتى المقالات وقررت أن أكتبها بالعربية وبعد ذلك تترجم أقول أوكي هذه لغتي وهي لغة أحلامي وهي اللغة الوحيدة اللي يتحسس بها يعني لشاء كان يقولون أنه هذه اللغة لغة مقدسة إلا إغلاقية لغة مقدسة الشيوعين كتبوا بالعربية كتبوا الإلحاد كتبوا الإلحاد بالعربية صحي طب الإيروتيزم يعني كتب بالعربية وكل الشعر اللي هو كان يشكل المنظوم المديني للدولة الإسلامية كتب باللغة العربية طب وين القداسة اللي باللغة العربية لا وجود لها ونحن نستخدمها باليومي وبالحياتي يعني لا وجود لها أما أن تكون أنت لديك عقلية خاصة بها هذا شيء مختلف ولكن العربية قادرة يعني لديها استيعاب كبير وبها بونتاج يعني بها بها أشياء كبيرة لا تحملها أي لغة أخرى أنا كنت دائما يعني في نقاشي مع الفرنسيين ومع الإنجليز ومع يعني أتحداهم أن يقرأ أي واحد منهم مخطوطة إذا كانت موجودة قبل 1400 عام يعني أنت لديك قدرة على قراءة كتاب مكتوب قبل 1400 عام يعني بمعنى أنت تنزل بالتاريخ بشكل أعمق منه وعندك امتداد جغرافي بإمكانك أن تذهب من أقصى مكان بالعالم الإسلامي وليس العالم العربي إلى نهاية العالم الإسلامي كذلك تقرأ كتب مكتوبة في تلك البلدان وكتبك أيضا توزع وبإمكانك أن تتعامل به اللغة العربية هي لغة يحلم بكتابتها أو بقراءتها وسماعيها مليار مسلم يعني الشيء ليس ليس و250 ألف متكلم بهذه اللغة هذا جانب جانب آخر أنا بوجهة نظري يعني تصوري أنا عن الكتابة هو نوع من التطابق بين الوعي وبين هذا النص وأنت لا يعترف بك إلا من خلال ثقافتك يعني لن يعترف بك الفرنسيون أو الإنجليز أو الأمريكان أو أي ثقافة أخرى وأنت جئت لهم من ثقافتهم يمكن يعني يتعاملوا معك باعتبارك أوكي أنت متعامل جيد مع لغتي أنت لن تأخذ أكثر مما كانت أنت محب لنا ولكن لست مننا لست مننا أي تبقى دائما خارج أوكي أنا لست منهم ولدي ثقافة أنا منتمي لها وكنت أقول سوف يترجم يعني إذا كانت لكتبك يعني شيئا وهم يحترمون هذه ويحترمون أكثر يحترمون أكثر لحظتها لما تذهب إلى يعني يدعونك إلى المهرجانات الثقافية لا يتعاملون مع الكتاب الفرنسي إلى بالدرجة الثانية يعني خلوه مثل القايد عندك يقول لك هذا من يعني من ثقافتك خلي شوف البلد تبارك أنت تتعامل بهذه اللغة وبالفرنسي ولكن أنت يمكنك أن تكون فعلا يعني تجبرهم على احترامك بلغتك وأنا أعتقد أنه أول من يعني من يجعلك محترما هي ثقافتك هي ثقافتك يعني هو تبتدئ من هناك وبعد ذلك تذهب إلى والحقيقة أنه حتى الأدب الفرنكوفوني في الدول العربية بالأساس يعاني مشاكل الآن مشاكل في المقرؤية لأنه نسبة الذين يقرؤونها بالفرنسية على غير ما يدعي البعض أن نسبة ضعيفة جدا مقارنة مثل ما قلت بهذا الامتداد الجغرافي للكاتب الناطق بالعربية طبعا توفيق عمراني ورحب بك ثانيا لهذه القراءة للغة بدر كيف تملص شيئا فشيئا من اللغة السلفي إلى الحداثي لما بعد الحداثي طيب هذه فهي تجريب هذه الصورة ندخل إلى الموضوع التجريب علي يتحدث البعض من النقاد أيضا الذين يعيدون قراءة ما تلك الفترة التي مرت بها الرواية العربية في تعالقها مع الرواية الفرنسية وغير ذلك وما يسمى به الفترة التجريبية خاصة في الثمانينات والثمانينات بالأساس يعني السؤال لصرعة التجريب هذا الذي ظهر وأحيانا أصبح مثل يعني هناك مبالغة كبيرة في التجريب أفقد الكتاب قراءهم بالأساس وأبعدهم لأن المسألة أصبحت مسألة النزال ومسألة تعذيب أيضا للقراء يعني القارع العربي بهذه الذهنية التي كنا نتحدث عنها بأنه يتعامل مع اللغة كمقدس أو غير ذلك يعني كيف يمكنه أن يتعامل مع الجنون المبدع التجريبي لنقول هناك صار هذه المفارقة بين الكتابة والتلقي أم كيف تطعها؟ أنا برأي عزوي لثلاثة عوامل العام الأول في تلك المرحلة ما كان هناك علاقة حقيقية مع الثقافة الغربية كان هناك مترجمون وعدد المترجمين كان قليلا وهؤلاء هم الذين كانوا دليلنا إلى الثقافة الغربية فطرحوا أو ترجموا بعض المقالات بعض الكتب حول فكرة التجريب يعني أن الأدب هو عبارة عن تجريب ولكن لم يقولوا لنا أن هذا التجريب يجب أن يفضي إلى تجربة وأن لا يصبح تجريبا يعني بحد ذاته يعني أن تصبح أنت تجرب تجرب إلى ملانية بأشكال بدون أن تطرح أي تجربة هذا جانب جانب الآخر عن وجهة نظري هو نوع من الانفلات من السلطة يعني كانت السلطات تخشى يعني تكون هناك تجربة حقيقية وموجودة ومؤثرة فكانوا يلجعون إلى التجريب وهذا تجريب بالغالب شكلي تجريب شكلي لا يؤدي إلى شيء لا يجعلهم متورطين بأي قضية سياسية ممكن لأنهم أيضا معظم هؤلاء كانوا موظفي في الدولة لأنهم كانوا بدرسين ونقاد وغير ذلك من خطيط الجامعة كثير منهم والعامل الثالث هم ضعف الموهبة ضعف الموهبة هذا أعطاهم فرصة أنه لا تحاسبهم على شيء ويكتبون وهذا بوجهة نظري أضاع من الثقافة العربية فترة طويلة فترة طويلة أنه الكل كانت تجرب وهذه التجربة لم تفضي إلى هذا العمل لم يفضي إلى أي تجربة داخل الثقافة العربية أفقدتنا سنوات أفقدتنا القارئ يعني لأنه كان هناك قطيعة كلية أفقدنا وعي لأنه تلك الفترة التي من مفروض أن الرواية يكون لها دور في توعية الشعوب بالتأثير في الشعوب كانت غائبة تقريبا من خلال هذه الأعمال الرواية لها دور أساسي في صياغة مفهوم الأمة يعني داما نقول أن الرواية الفرنسية خلقت الأمة الفرنسية والرواية الروسية التي خلقت الأمة الروسية والرواية البريطانية التي خلقت الأمة البريطانية وظارت دراسات كثيرة هو أول من بدأ بها بندنكت أندرسون الحقيقة يعني كان يعتقد أنه فكرة أنه كيفية أن توحد المجتمعات داخل خيال واحد لها قدرة كبيرة على صياغة مفهوم الأمة ولذلك أنا بوجهة نظري ما فقدناه فقدناه بشكل كبير ولكن هذه المرحلة يعني أتمنى يعني لا زال بعض بعض بازال يجرب يعني إلى الآن ولكن صار انفتاح كبير صارنا نعرف الأدب الأجنبية يعني أنا قبل كان يعني كل تعتمد على المترجمين اليوم عدد الذين يقرؤون باللغات الأجنبية كثير يعني وصارت اللغات متاحة وبعد ذلك عن طريق أدوات التواصل صار العلاقة مع الثقافة الغربي تقريبا يعني علاقة مباشرة وبهذا أنا أعتقد بداينا نكتشف أشياء كثيرة أن الرواية ليست رواية واحدة هناك رواية بوليسية هناك رواية عادية نستقراها بشكل وهذا كل يساهم بخلق ما يطلق عليه الرواية كجنس أدبي هناك رواية علمية هناك رواية يعني رواية ثقافية رواية مرأة رواية كثير يعني أنواع عديدة وحتى الرواية الفرنسية التي أساسا هي التي قلدت في الفترة التجربية ربما جمعت الكيل وجمعت الرواية الجديدة في فرنسا هي أيضا ارتدت عن هذا الخط وعادت إلى الحكاية وشكلها الكلاسيكي بالضبط يعني اليوم لا نجد شيء اسمه يعني لونوفوغومو يعني هذا يعني ظهر في فترة معينة في تلك الفترة أنا هذا تقديري يعني في مرحلة الصراع بالحرب الباردة وكان يعني مجموعة من الكتاب لأنه يخرطوا تماما يعني بي وظهر مع أنه يعني مختلفين التجربة يعني أعلان روبغريا غير أعلان روبغريا يعني لا نتحدث عن أعلان روبغريا مثل كلوسيمو وليس مثل يعني الرواية بالعالم هي أعلان روبغريا ولكل تكتب مثل أعلان روبغريا ولكن هذا غير صحيح وليوم يعني هذا الرواية لا تقلد أصلا يعني وكان بها فكرة فلسفية يعني مهمة على صعيد صغير يعني كان يقول أن ذات هم مشت يعني بعد الحرب العالمية الثانية يعني أنا أصبحت مثل الطاولة مثل أي شيء يعني موجود وبالتالي هي الأشياء هي اللي تتحرك هي اللي تتكلم يعني اللي تتكلم الذات وعكس طيار الوعي يعني اللي كان يعني مثل فوكنار وجويس يعني في ذاتية موجودة وكان يخلطون بها العرب بين النوفوروم وبين يعني رواية طيار الوعي طيار الوعي طبعا طيار الوعي رواية السترين فكان ما كانوا يعرفون الفرق بين هذا النوع من الرواية وهذا النوع من الرواية وبالتالي كان بالنسبة لهم القضية قضية يعني كثير يعني معقدة ودخلوا في متاهات وأنا بعد مرحلة رح استعدت الصحف ونقاشاتهم تكالى أن تكون نقاشات مضحكة أعتقد أن هذه المرحلة غادرت هذا الصفر نحو الآخر الصفر الخاطئ ربما الخطوة الخاطئة في الرواية العربية أنها في الوقت الذي هناك قطبان في الحقيقة في الرواية إلى الآن هي الرواية الروسية والرواية الأمريكية أعتقد أن هناك حرب باردة أخرى بين الثقافتين وبين الأدبين بالضبط إستخدام الأداب في الصراعات لا يوجد مشكلة يعني العالم بدون أمم لا وجود العالم هذا مشكلة أوكي أنا ضدها ولكني لا أستطيع الإنفلات منها يعني هذا هو الفرق بين لما نتكلم مع كيف أنت لا تؤمن فيها ولكنك تنخرط فيها أنا لا أنخرط فيها ولكني لا يمكنني الإنفلات منها لأن هذا العالم هو مؤسس بهذه الطريقة وبالتالي لديك ما تطوره إنسانياً في إطار ثقافتك طب فيه فعلاً هناك أقطاب يعني للرواية والصراع بفرض السرد يعني فرض الحكاية لنقول من هو يفرض حكايته على الآخرين وكتبت كتب يعني فيما بعد بهذه القصة اليوم أنا بوجهة نظري الرواية غادرت أوروبا هذا التقديري أنا يعني اليوم الروايات موجودة في العالم الثالث تسمية العالم الثالث في أفريقيا في أفريقيا في أمريكا اللاتينية في آسيا في العالم العربي يعني هون اليوم يبحثون عن يعني ما عادت تجارب كبيرة في فرنسا ما عادت تجارب وعلى يعني لدي تحليل يعني في هذا يعني قبل أيام كانت في مؤتمر في ليون عن الرواية يسمى أسيس دغومو وطرحت هذه الفكرة أنه أوروبا يعني اليوم في طريقة يللظم حلال يعني هنا يعني وبدأت تضعف بيها يعني عناصر كثيرة يعني من ضمنها الرواية الرواية المشكلة أنه لا تنمو إلا في المجتمعات التي فيها صراع صراع مجتمعات فيها فيها مسألة هوية اليوم الغرب من السبعينات بدأ بال يعني الليبرالية الجديدة والاعتماد على المتاع يعني فيه متاع كثيرة وجزء منها طبعا هاي المتاع يعني التليفزيون وحات الرواية ولكنها رواية ممتعة ولكنها لا تقول أشياء كثيرة بدأوا يبحثون رواية الكيتش آه بضبط ولكن اليوم يبحثون عن رواية من العالم الآخر يعني هو جزء منها وترجمة رواياتي تجارب الإنسانية العميقة تجارب الإنسانية العميقة واللي فيها حدة كبيرة وفيها صراع يعني وتقول أشياء كثيرة وفيها شر أيضا بضبط بضبط يتحدث عن طبعا ساحب الكتاب الأدب والشر يتحدث أن الأدب إذا تخلى عن الشر يصبح سطحي يصبح بلا معنى بالضبط يعني في أنا عندي تعبير آخر والانحطاط بالضبط يعني هذه أفكار أخرى ولكن بتقديري يعني الشيء الذي يمكن يعني أن نقوله في إطار الرواية هو أول من طرح هذا يعني يعني فكرة المجال فكرة المجال واحد من النقاط الفرنسيين كان يسألني كيف ممكن أن تكتب رواية وهو جنس غربي وأنت في العراق يعني أنت عراقي وعندك ثقافة عربي أنا في وجهة نظري يعني هي فكرة الفكرة الماركسية القديمة بتطابق العداب مع الوقائة الاجتماعية والتقنية هذه فكرة قديمة يعني سطحية جدا سطحية وحتى الماركسيين يعني الجد تطوروا تطوروا فكرة المجال إنه هذا مجال وفيه أكتون فيه عوامل وهذه العوامل ممكن أي واحد يتعلمها ويصير به يعني ممكن أن تكتب أنت جويس يعني رواية مثل رواية يوليسيز وأنت في أفريقيا طالما أنت تعرف المجال وتعرف الأكتون يعني اللي موجودة يعني فيه وتتعلم وبالتالي أنا من وجهة نظري أنه هي من الناحية الإنسانية أصبحت الرواية رواية على صحيح هي جنس أدبي غربي ولكنها اليوم هي شيء انترناسيونال يعني ما ممكن نحديث عنها يعني نعود إلى جزء من الوتوبيوغرافية بتاعك جزء من سيرتك يعني لا يمكن أن نتحدث عن علي بدر إلا هذه فترة قرار السفر والخروج من هذا المجال وأن نتحدث عن المجال الخروج من من العراق لاختيار يعني الإقامة في أوروبا تحديدا أوروبا هذه التي تصفها الآن بأنها تموت فيها الرواية بشكل أو بآخر يعني عبد الفتاح كليوتو ناقد المغرب طبعا تعرفه جيدا يقول إذا أراد المرء أن يتجدد فعليه أن يغرب كما تغرب الشمس فما الذي دفع علي بدر إلى الصفر وترك العراق في اتجاه بلجيكيا الصفر إلى بلجيكا يعني متأخر ولكن مبكرا أنا سافرت يعني بدرت العراق بعد كتابة رواية بابسار تاريلا شوف أنا أنا أعتقد أنه في كتاب كثير أحب الكتاب اسمه بالإنجليزية The Fox and Hedgehog اللي هو الثعلب والقنفذ كتابه إزايا برلين أو هو فيلسوف جميل يعيش في بريطانيا هو من أصل ألمانيا وعيش في بريطانيا وهو متى هناك الكتاب صغير جدا صغير الثعلب والقنفذ هو يعتقد الكتاب نوعان واحد ثعلب واحد قنفذ القنفذ هو هذا اللي يدور على نفسه يسكن في مكان واحد يعني لا يغادره لا يغادر يكرر نفس الأشياء حتى لو يكتب مئة عمل هو نفس الأشياء يكرر أما الآخر أما الفوكس وهو الثعلب فهذا هو الذي يبحث عن مواضيعه في كل مكان بالعالم الثعلب يظهر ويختفي كما يقول محمد زفزيف ويغادر مكانه لا يبقى في مكان واحد يغادر أنا برأي وهو يقسم الكتاب يعني مثلا يقول دي ستيوفيسكي ثعلب نعم تولي ستوية هوجي هوغ هذا كذا أنا ذا تريد الصنف فيمكن أن تصنفني بالثعلب وليس بالهوجي هوغ يعني هذا هو اللي يخليني لا أستطيع الاستقرار في مكان داما هلأ يقولون لي أخيرا استقريت في بلجيك روايتك الركض وراء الذئاب وهي رواية غريبة في الحقيقة يعني هي ليست معنا للآن للأسف لكن هذه الرواية التي يذهب فيها صحفي للتحقيق حول حقيقة دور الثوريين العراقيين يعني نقوله اليساريين الموجودين في إفريقيا في حقيقة دورهم في اندلاع وإشعال ثورات هناك يعني هذا الركض وراء الذئاب يعني تحدثنا عن هذه الرواية يعني كيف كانت فكرتها يعني هي فكرة يعني ذات طابعين في البداية طبعا كانت لديها تصورات خصوصا عن طريق الجرائد والمجلات أنه هناك من العراقيين من ذهبوا واشعال الثورات في العالم نعم أي فكرة كيفية صياغة البطل يعني لدينا تصورات خصوصا يعني من جيلي إن كنا نتصور عن جيلي الستينات يعني كان هو الجيل الأساسي وكما يقولون أنهم تأثروا بثورة الطلاب في فرنسا والكثير منهم طبعا قاموا فعلا يعني بثورات وبعضهم ذهبوا ضحايا لهذه الثورات والبعض الآخر ذهبوا للاشتراك بثورات كبيرة بالعالم ولكن تركوا البلاد يعني تركوا البلاد للنسيان وراحوا ذهبوا إلى مكانات أخرى من ضمنها أفريقيا يعني ذهبوا إلى إثيوبيا في تلك الفترة كان مريم منغستو والذي عمل ثورة ضد هلاس الاسي وتحولت إثيوبيا إلى دولة يحكمها الماركسيون الشيعيون هذين فشلوا في العراق في أن كنا الآن ثورة بالضغط 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 يعني وهربوا يعني بفترات مختلفة ذهبوا في البداية إلى لبنان وعملوا مع منظمة التحرير الفلسطينية وبعد ذلك غادروا إلى هو في تلك الفترة أسسوا جيش كبير اسمه الجيش الأممي لقتال الإمبريالي وانخرط فيهم كثيرون حتى توانسى ذهبوا هناك فحولت الوصول بالبداية أنا كنت حتى أكسب عيشي كنت أعمل مراس الحرب في يوم من الأيام كنت أتكلم مع سيدة ألمانية يعني صحفية ألمانية كانت يعني قالت أنه كانت في أثيوبيا في أديسابابا وشاهدت عراقيين شاهدت عراقيين ماذا يعملون العراقيين قالت الثوار يعني وصلوا هناك وتزوجوا ولكن وضحهم منكسر رأسا أنت ذكرت أبطالي أبطالي القدماء يعني كنت صبي ودور على أخبار ذول الثوريين الذين ذهبوا لإشعال الثورات في العالم فقررت لماذا لا أذهب وأرى أين ذهب أبطالي وماذا فعلوا طالما كان حلمي أنا يعني في تلك الفترة كوني من عائلة يعني ذات طابع ثوري اشتراكي ماركسي إلى آخره أنه أنا أذهب يوم من الأيام للاشتراك بهذه الثورات العظيمة وتغير المجتمعات وتغير الحياة وتغير لما هو أفضل فقررت الذهاب إلى أثيوبيا وساعدتني مؤسسة ألمانية وأعطتني بوخس حتى أكتب عنها طبعا لما ذهبت هناك رأيت يعني فعلا الوضع مأساوي بجانبين جانب المثقفون لا زالوا إلى الآن هما في البرط وما زالوا يتناقشون فيما كانت الماركسية محرفة والماركسية غير محرفة ونقلت كل نقاشاتهم بداخل الرواية يعني كيف كانوا يشوفون الحياة لذلك اعتبرت هذه الرواية وكأنها مرثية في الثورات العالم الثالث بالضبط ولكن البلد أيضا يعني باعتبارها بلد ثوري أنه البلد انحدر تماما يعني بعد الثورات انحدر تماما للحظيث وهدمت كل حتى الحياة المدنية هدمت فيه بسبب يعني هذا التغير الكبير الذي حصل من جهة ثانية أنه أغلبهم سكرانين الوقت كله يعني كلهم ألكوليك وحياتهم بائسة النساء يعملنا أي شيء حتى ما فيها الدعارة الرجال كل واحد يعتقد أن الآخر هو في المخابرات وهو عبارة عنه الفوبيا الفوبيا فوبيا الخوف فكتبت رواية ساخرة من جهة مرثية من جهة ساخرة من جهة نعم صحيح وكذلك هي فيه تحليل لفكرة الثورة أنا من وشاة نظر يعني من العام 2006 أنا كتبت هذا الرواية من عام 2006 وهاجموني هجوما كبيرا يعني هم حبيما فيهم يعني الذين قمت معهم مقابلات وإلى آخر في تلك المرحلة ولو صدرت هذه الأيام كانوا خونوك طبعا لأنك أنت تتبنى رؤية تقول أنه الدكتاتورية إذا إذا ما أنت وقع الثورة على الدكتاتورية ما ستخلق دكتاتورية هي فيها هذه الثورة الثوار سيخلقونه الدكتاتورية أخرى لن تأتي بالاستعمار فقط إنما ستدخل البلاد في حروب أهلية هذا مكتوب تقريبا شبه حرفي في وسط الرواية بالضبط يعني أنا اللي أقول أن الثورات لا تؤدي إلى حريات الثورات يعني بالعالم الثالث لا تؤدي ويمكن في العالم كله يعني لا تؤدي إلى الحريات إنما تؤدي إلى قوة فاشية تعيد التاريخ مرة أخرى تعيد التاريخ مرة أخرى وهذا التاريخ خصوصا في هذا المنطقة لا يتأسس على أي شيء عقلاني دائما يتأسس على التعذيب يتأسس على القسوة يتعزد ويتأسس على الإقصاء وبالتالي راح نعود مرة أخرى مع تهدم جديد طرحت فكرة أخرى يعني داخل الرواية إن الرواية الثورة مثل المريض الذي تعطيه أنت بايتك لكن يشفي من هذا المرض ولكن يعرض إلى ما لا حد له من أمراض أخرى فيروسات الأخرى فيروسات الأخرى وبالتالي هو المناعة تنتهي المناعة عندها تنتهي وتبدأ الحياة بالتهدم والتقهقر يعني فتشوف يعني زرة عن البلدان اللي بيها ثورات كانت فيه أنت حد ما أقول من الحداثة حد ما أقول من الحداثة الحداثة انتكست عادو الدكتاتورية أقصى من الدكتاتورية القديمة يعني لو أخذنا أثيوبيا يعني كانت ضد هلاسيلاسي الملك ولكن هذه المرة أقصى عند منقستو مريم وفيه يعني واحد كان طباخ يعني واحد شيف يعني ويشتغل في مطعم وهو سعيد جداً أنه كثير من الممثلين الذين جاءوا إلى أديسابابا هو يعني عمل لهم ولدي صور ولكنه انتهى فيه إلى في داخل يعني منطقة فقيرة جداً فقيرة يبيع البيض وخلف صور الممثلين وصور الرؤساء الذين طبخ لهم يعني هذا طبعاً كان هو تصوير إلى ما تقول إليه يعني المجتمعات بعد الثورات بعد الثورات يعني أنت تتبنى أيضاً فكرة أن التاريخ يصنعه أفراد لا تصنعه الجماعات طبعاً أنا أهمني بدور الفرد بالتاريخ أنا أهمني بدور الفرد بالتاريخ يعني ليس لدي إيمان أنه بما فيه يعني التاريخ لأننا تتكلم عن التاريخ لأننا تتكلم عن تاريخ الأدبي أنه الشعوب هي التي تصنع يعني التغييرات الكبرى الأفراد هم الذين يصنعون يعني بما فيه مثلاً يعني نظرتي للثورات العربية يعني كان نقاشي مع هذا كيف ممكن تنجح ثورة بدون شخصية كارزمية كيف ممكن يعني مش ممكن إذا تريد تقارن كل الثورات العالمية لينين شخصية كارزمية يعني بخذ بالاتحاد السوفيتي بروسيا لينين خذ بإيران الخمين يعني لازم هناك شخصية كارزمية اللي فيما بعد وبالتالي دور وهذا هو أول ما طرحت تروتيسكي يعني الدور الفرد دور أساسي في صناعة التغييرات الكبرى إذا ذهبنا للتاريخ الأدبي كذلك تاريخ الأدبي لا تصنعه جماعات أدبية بدون أفراد يعني هذا الفرد هو عمل عمل فردي أما جماعات يتفيد فقط لصناعة التيار ولكن هذا التيار بالغالب لا يستمر ولكن الأفراد هم الذين يستمروا ونحن نتعلم خذ أي إطار ثقافي أو أدبي أنا من جهة نظري أن الدور الأساسي بالتغيير العامل الحاسم هو عامل فردي فكرة الفرد أنا بالنسبة لي على الأقل أنا أتذكر بيتا جميلا لسعدي يوسف يقول فيه أسير مع الجميع وخطوتي وحدي ممتاز هذا تقريبا يلخص كل شيء لا يمكن أن أتحدث الذين يتحدثون عن الرواية العراقية ورواية تونسية ورواية جزائرية لا يمكن لا يمكن هناك روايون بتضبط هناك أفراد في تونس أو في بقى هو غير محدد غير محدد يعني فكرة أنك أنت أن تكون بمجرد أن تكون من بلد نعم أنه هذا يعني يجعلك يجعلك أنك تشبه الأخ هذا الشيء غير معقول يعني هذا الشيء غير معقول على موجهة نظري وخصوصا التجربة الأدبية تجربة الأدبية اليوم انفلتت من أي أطر قادرة على يعني استلاب الكتابة بإطارها الفردي الكتابة هي عبارة عن حس فردي كلي ومقدار تطورها هي ومقدار فردية الكاتب وليس بوجود خصائص جماعية مع الآخرين ومن الصعب إيجاد خصائص يعني أنا مثلا حينما أنظر إلى الرواية العراقية متسمى للرواية العراقية لا أجد أن هذا الرواية سوى أنها تكتب وحتى اليوم لا تكتب في العراقية يعني الرواية العراقية أغلبها هي تكتب في خارج العراق في خارج العراق تكتب إلا أن تكتب في أمريكا وتكتب بالتالي من الصعب يعني أن نتحدث عن طيب يعني آخر أعمالك من أعمالك الأخيرة عازف الغيوم والكافرة هذه الأعمال تتعرض الآن في بعض الدول العربية إلى المصادرة ونتحدث عن الكافرة رواية تحاول أن تقترب من هذا الحراك السياسي ولهذا التوحش الديني الموجود في الوطن العربي وفي العراق لنتحدث عن كيف تقاوم هذا الإرهاب هذه المرأة التي عاشت تجربة الهدك الديني نتحدث عن الكافرة قليلا الكافرة فعلا هو من الروايات التي أضحها بتطور أنا ليس لدي إيمان بالتغيير السياسي ولكن لدي إيمان كبير بالتطور الروحي يعني أنك أنت تتطور عن طريق الفن وعن تتطور الروحي عن طريق الفن نعم تعتبرها أنها إنعراج ربما في تجربتك بالضبط يعني هناك تحول في إطار التجربة الروائية يعني نتحدث اليوم عن أنك تكتب 13 رواية أنا كتبت قبلها حوالي 11 رواية الـ 12 نعم كتبت 11 رواية ولكن علي أيضا أن أتوقف وأنظر إلى هذه التجربة كيف وإلا سأكرر نفس الشيء أو أقول نفس الأشياء توقفت هنا لكي أنظر إلى التجربة من بعيد باعتباري يعني كاتب ينظر إلى تجربة آخر يعني علي مدر آخر وكيفية يعني ولها علاقة بتطوري يعني تطوري اللي نقول السياسي يعني تطور فكرتي السياسية فكرتي السياسية فكرتي السياسية أنه طالما المجتمعات لا يمكن أن تصل إلى الحريات عن طريق الثورات ولكن يمكن أن تصل عن طريق التطور الروحي الفردي أي بمعنى المهندس هو يطور حياة يعني إحنا نطور حياة يعني تطورنا عن طريق الفن بالتالي هذا يعني جعلني فعلا أنظر إلى أنه يعني طالما الديمقراطية بالنسبة لي ليست هي العامل الحاسب بتغيير المجتمعات ولكن الحداثة وفي قلب الحداثة هو فكرة المرأة يعني بدون تغيير حقيقي للشروط حياة المرأة لا يمكن الوصول إلى الحداثة يعني اليوم عندنا كثير من المجتمعات هي متطورة يعني سيارات وشيشة حديثة والآخره ولكن المرأة مقموعة ولابسة يعني هذا اللي نقول النقاب من السوداء لا يمكن أن تقولها على هذا مجتمع حديثة مطلقا تستهلكه في الحداثة ولكن بإمكانك كل هذا تلغيه يعني هذه الحداثة التقنيات والآخره ولكن أن تكون المرأة لحضور يعني داخل المجتمع ونجهة نظرية يمكن أن تقول أنه هذا المجتمع فعلا مجتمع حديث أي بمعنى فكرة الحداثة تقوم بالأساس على فكرة المرأة من هنا ظهرت عندي فكرة فكرة الكافرة يعني جزء من هذا الصراع جزء من طبعا الكافرة تتحدث عن هذه الفتاة يعني المرأة التي عاشت جحيم المتطرفين وطبعا في حضورك لا يمكن أن ألخص نعم بالأكس وبعد ذلك يعني حتى تصل بها الهروب هذا الفرار من هذا الجحيم التوحش الديني وإلى أن تصل إلى بلجيكا لتعيش انتقام مضاد ربما انتقام من الرجال من الذكورة لتلتقي هناك أيضا برجل تتصور أنه هذا الأجنبي وتعيش معه قصة حب بعد ذلك تكتشف أنه أيضا من الهاربين من الجحيم الديني الموجود في الشرق الأوسط في لبنان تحديدا ولكنه يعني وكأنه هذا الجحيم يعاد وكأنه التاريخ يعاد بأشكال مختلفة وأنه ما نعيشه ليس طارئا في الحقيقة بالضبط بالضبط يعني أنا مجهد نظري أنه يعني الدولة العربية عنيفة لأنها ولدت في بيئة عنيفة وهذه البيئات يعني العلاقات بين الأثنيات والأديان لم تكن فيهم من الأيام علاقات متفاهمة ولكن هناك صراع خفي وهذا الصراع يظهر من فترة إلى فترة وأرد جذور العنف في هذه الرواية للحرب الأهلية اللبنانية التي قامت أيضا على صراع ديني يعني مسيحي مسلم وبعد ذلك تنتقل يعني في الرواية ثلاثة أشياء أنا بريد ثلاثة خطوط رئيسية إذا أريد أن أتكلم عن هذه الرواية الأول هو فكرة الصراع الأثني والديني اللي هو فكرة من وجهة نظري اللي هو الفاناتيزم يعني التشدد يعني هذا الفكرة التعصب التعصب وين يعني قصة التعصب إحنا علاقتنا الحقيقية هي مع الطبيعة يعني الصراع البشر هو مع الطبيعة وهذا الصراع مع البشر جوهر الحقيقي وعلاقة المرأة بالرجل يعني خلينا نقول للجنس والحياة اللي يتستمر عن طريقه جاءت الأديولوجيات لتحرف مفهوم الصراع ولتجعله صراع إديولوجيات يعني تظهر أفكار دينية متجددة تظهر إديولوجيات إلى آخر والتالي يختفي جوهر العلاقة الحقيقية التي بيننا وبين الطبيعة ومركز هذا الصراع هو المرأة الرواية تستعيد فكرة الصراع من هذا الشيء من هذه النقطة اللي هي العودة إلى الصراع مع الطبيعة بالعلاقة مع المرأة الجانب الآخر اللي فيه بالحياة يعني بالحياة نقاوم الإديولوجيات بالحياة بالضبط بالضبط الإديولوجيات المتشددة والحياة دائما قوية يعني الحياة دائما تنتصر الحياة دائما تنتصر لأنه فعلا هي العلاقتنا الأساسية هي ليست مع الإديولوجيات نعم وهي إنما هي أنا برأيي إذا أردت أن تفشل هذه الإديولوجيات بشكل عام يعني بالعودة إلى الطبيعة يعني إعادة مفهوم الصراع من مفهوم الصراع إديولوجي إلى الحياة التركيز على الجنس على العلاقة الثنائية بين الرجل والمرأة على هاي الطبيعة اللي هي تجعلنا مستمرين مستمرين في الحياة وبالتالي هذا هو أول عام اللي يسقاط فكرة الإديولوجيات يعني أنت وكأنك تشخص يعني أن هذا الإنسان العربي يحيش غربة جسدية يعني بضبط تقريبا ويكره الجسد يكره الجسد وفي نفس الوقت يسعى له بطرق وحشية وحشية بضبط وهذا ما تقدمه الكافية تقدمه الكافية شوف يعني فيه أزمة ذكور يعني أزمة العقلية الذكورية أزمة العقلية الذكورية وأزمة العقلية الذكورية يعني هنا يعني سو كان بالحياة يعني واللي هي الرواية تحاول أن تعكسها يعني أزماتها كثيرة يعني هو خالق الحروب خالق للإستراعات وهذا كله هو هروب من علاقته العلاقة الطبيعية بين المرأة وبتاقت ديري أن العقلية الذكورية هي واحدة يعني أنا صورت جانبين يعني حياته في بلجيكا وحياته في ولكن كعقلية ذكورية يعني واحدة يعني المرأة هي أوبجيكت يعني هي عبارة عن شيء وهذا الشيء هنا يأخذ بالقوة وبالغصب وبالتشريع يعني بالأديولوجيات أديولوجيات دينية أديولوجيات سياسية أديولوجيات الاجتماعية محاولة اغتصابها وتدميرها هذا المجتمع المجتمع البدني العربي لم يسمح بظهور المجتمع المدني بالضبط ولذلك هو الاعتماد الكلي على مفهوم القوة وهذا مفهوم القوة مفهوم سحق يعني عنده قدرة على إبادة يعني كل مظاهر لنقول مظاهر الطبيعة مظاهر الطبيعة اللي هو يعني فكرة الجسد ولذلك هو تخبية الجسد كراهية الجسد تهميش الجسد هو جزء من آلية لنقول يعني تقوم عليها ميكانيزمات اللي تقوم عليها هاي الأديولوجيات اللي هاي الأديولوجيات اللي أحنا نسميه الأديولوجيات البترياركية والأديولوجيات الزكورية نعم العودة إلى الغرب يعني هي برحلها إلى الغرب واجهت نفس الشيء يعني ولكن هذه العقلية الذكورية تستميلها بطريقة يعني هي أوبجة ولكن تستميلها عن طريق الغزال عن طريق أنا برأيي هي شكل من أشكال البحث عن مفهوم جديد للهروب من فكرة التصور الذكوري للمرأة إلى أن تصبح المرأة هي خالقة للحياة بعودتنا بعلاقتنا مع الطبيعة مع الطبيعة نعم علي بعد الكافرة صدرت آخر تقريبا منذ شهر منذ يعني تقريبا شهر شهرين ظهر عازف الغيوم عازف الغيوم وكانه يسير في نفس هذه الرؤية لعلي بدر حول الحديث عنه التطرف أيضا لكن هذه الرواية تتميز بأنك يعني تتحدث عن هذا عازف تشيلو هذا الذي يتعرض إلى التعنيف وتحشيم ألاته الموسيقية في مجتمع العربي الإسلامي من المتشددين دينيا فيهرب إلى يفر بأحلامه ربما بفنه إلى أوروبا فيجد نفسه أيضا في عنف آخر عنف من نوع آخر ربما العنصرية أو غيره وكانه الشمولية يعني هذا العنف والتطرف موجود وكانك تقول أنه موجود في الغرب مثل ما هو موجود في الشرق في فرق طبعا يعني ما موجود عندنا ليس مثل ما موجود يعني في الغرب لأنه السبب عن وجهة نظرك هناك فلسفة عقلانية يعني قامت عليه في مفهوم التسامح وبينها في مفهوم الحداثة الغربية ولكن هذا لم يمنع إلى الآن الجنون يعني الجنون اللي موجود في الغرب اللي هو جنون عالم يعني جنون كوني اليوم نحن نعيش نوعا من الجنون الكوني وعنا عشنا هذا يعني بإطار البوشية مثلا يعني في بوش يعني ضربة للعراق وظهور التيارات الإسلامية المتجددة اللي تحاول أن تعيدنا إلى اللحظة البدء اللحظة الصفر من البربرية البشرية وهذه حركات كلها حركات فاشية بوجهة نظري نفس الحركات الفاشية اللي ممكن أن تنتظر في الغرب في أي لحظة أخرى عازف الشلو هو فناء يعني هو الشخص الذي يتعامل مع العالم بتطوره الروحي اللي هو كل واحد مننا يعني كلها يعني لا يومين بأشياء كثيرة باستثناء يومين بفنه ويحاول أن يطبق يعيش في مكان يعني هذا المكان وانا أعتبرها جزء من مشاكلنا هي ليست فقط مع السلطات وانا مع المجتمع نفسه يعني اليوم نحن نعاني معاناة كبيرة من ما أطلق عليهم الطبق الرثة اللي هي يعني البروليتير والأمبو اللي يسميها ماركس ويكتب عنها في الديولوجيا الألمانية وانا ذكرتها كذلك بالرواية يعني هاي الطبقة الرثة اللي هي طبقة تستخدم يعني جوفاني جنتيلي سميها الطبقة الخامسة وهذا الطبقة الخامسة كل فترة تغير شكلها وهي طبعا مجاميع كبيرة من من سميها حنى آرنت سقط الطبقات كل ما تصعد الطبقات تبدأ تهبط يعني ذول سكنت بيوت الصفيح المناطق العشوائية المهمشين الآخرين ذول بالإمكان تغييرهم من شكل إلى شكل قديما يعني الشيوعيين استخدموهم فترة في العراق بعثين استخدموهم فترة في العراق اليوم هما الميليشيات هي نفس هاي الطبقة اللي تتغير وهي تأكل كل تغيير يعني تأكل الثورات تأكل التغييرات يعني ماكو أمل للتغييرات طالما هاي الطبقة موجودة وهي اللي تهيمن وهي للسيطر وبالتالي تسمح لها الظروف الجديدة يعني هو كل نقدي للديمقراطية وتسمح لهذه الطبقات فيما بعد لتحديد مسارات الحياة وبالتالي طبعا تفقدنا الكثير من الخيارات الأفضل بالغرب نفس الشيء اليوم تظهر هذه الطبقة خصوصا عند اليمين المتطرق ليس فقط عند اليمين عند المهاجرين كذلك يعني الإسلاميين المهاجرين هو يذهب يعيش في منطقة ولكن هاي منطقة مهاجرين الوحيد اللي يقدر يعيش به لأنه كون لا يستطيع يدفع أموال كثيرة ولكن هاي المنطقة كذلك يسيطر عليها الإسلاميين المتشددين وطبعا يعاني منها يهرب إلى مكان آخر فيما بعد يصل له هو هو يتطور بالفكر فكرة الأولى يعتقد أنه بالإمكان صنع عالمين عالم من المتشددين وعالم من المتسامحين والتالي نأخذ ذول المتشددين نرميه هنا نأخذ عالم المتسامحين نرميه هنا بالتالي صير طبعا قبل هذا كان يؤمن بفكرة الهارموني مثل ما هو بالموسيقى أنه المتناقضات يعني الثقافات المتنوعة ممكن أن تعيش بمكان واحد بعد ذلك يصل لا لازم نعزل هذه نعزل على هذه ولكن في الأخير يبدأ بالمشاركة بمظاهرة لليمين المتطرف ولكن اليمين المتطرف وإن مشكلته مشكلته لا ينظر لأصلا على أنه هو جزء من النسيج الاجتماعي الأبيض اللي هو يعيش به وبالتالي هذا يعني هذا يقوم على نفس الفكرة اللي تقوم عليها الحركات المتشددة الإسلامية عموما هي نوع من يعني هجة للفاناتيزم أو التعصب في كل مكان في العالم يعني هذه الرواية طبعا فيها جانب آخر هي بين الجانب هذا والإشارة لهذا الوضع ربما السياسي والاجتماعي وفي نفس الوقت هي رواية إيروسية ممكن تعلي من شأن الجسد من شأن الحياة يعني هل تعتقد عليه أنه يعني الجنس هو المهرب الأخير لل يعني الحداث ربما الكتابة حتى تقدم تغير وأن تتحدثت عن مفهوم مفهومك الانحطاط بالمفهوم ربما مفهوم فلسفي أكثر من مفهومه أنه لابد أن نحرج هذا التشدد بأن نمارس الحياة لا أنا أعتقد أن الجنس هو الحقيقة العودة للحقيقة هو الحقيقة الوحيدة إذا تسألني فأقول أنه هو الحقيقة الوحيدة على الكون وهو الفعلا اللي هو يعني يعني الوجود اليوم الإكزيستنس كل قائمة عليه ما قائمة لأي قضية أخرى باستثناءه بالتالي يعني أنا استخدامي إلى هو نوع من العودة إلى الحقيقة من جانب من جانب آخر عملية الرد على التشدد والتشدد دائما يرتكز على على قضيتين قضية تغييب الحياة وقضية التجريد يعني كل حقوقنا اللي موجودة اللي إحنا نتعامل بها ونريدها يجعل منها أشياء هي عبارة عن أبستخة عبارة عن أشياء هي تجريدية يعني ما لها وجود ويحاول أن يغيب الجانب الأساسي اللي هو قام عليها أساسا هو الوجود اللي هو عن طريق الجنس اللي هو أساس تطورنا أنا في الرواية أستخدم استخدام سياسي يعني الجنس بالرواية هو فقط يعني هو المتوال ولكن هو كذلك استخدام سياسي الاستخدام السياسي هو العودة إلى باعتباره هو مصدر الأساسي للكون وكذلك هو الطريقة الوحيدة لتدمير فكرة التجريد اللي تصر على الإديولوجيات سواء كانت هاي الإديولوجيات دينية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية وبالتالي من وجهة نظري إنه الطريقة الوحيدة اللي تجعل يعني المواجهة يعني اليوم اللي هو هنا ويسموه لها انحطاط لا بس هو انحطاط الدكيدونس لكن هذا يعني برأي بطايا بالهتك بالضبط ولكن هاي هذه الفلسفة هو معمون بها الآن يعني معمون بها إنه ليس لدينا سوى طريق واحد إلى العودة لكل هذه الأشياء اللي هي التابوات اللي هي يعني تصر عليها والسلطات الدينية والسياسية والاجتماعية بيجعلها خارج منظومة حياتنا العودة لها يعني سواء كان بالنص أو بالحياة كمفهوم للانحطاط هو الوحيد اللي قادر على التغيير بمعنى أنه هو الوحيد الذي يجعل ديناميكية يعني الميكانيزم الحياة أن يستمر وبالتالي من وجهة نظري إنه الحياة ليست في الثورة يعني الاستمرار والتغيير والحريات ليست في الثورة وإنما في الحيطات في ممارسة الحياة ممارسة الحياة ممارسة الحياة والعودة إليه يعني نحن لكن وأنت تتحدث يعني من منطقة ما أنت الآن فيما لا أدري إن كنت تصنف نفسك ضمن أدب المنفى أم لا لأنه لا أتقد أنه هناك الآن من ينفي علي بدر لكنه غير قادر أنك تعود أيضا إلى بلد يعني أيضا محطم مثل ما تقول يعني أدبنا اليوم هي أدب لا مكان بالحقيقة يعني شوف أنا أكتب عن العراق لأنه هو هذا البلد الوحيد اللي يعرف أكثر من أي بلد آخر يعني لا أستطيع أن أكتب ولكن بالضبط يعني مثلا لما كتبت عن بلجيكا لأنه بدأت أعيش في بلجيكا وبدأت أكتب يعني أعود إلى فكرة الفكرة الثعلب الثعلب هو يعني أي مكان يأتي له يعرفه يمكن أن يكتب عنه أنا ليست لدي أي حنين نوستالجي للماضي عندي حنين للمستقبل يعني اليوم بلجيكا هي ليست نهاية يعني بالنسبة لي عندي حنين للمكان القادم يعني أي مكان سيكون هو مكاني القادم يعني فكرة التغيير فكرة تغيير الجغرافية فكرة التغيير أنا أصبحت بالنسبة لي هي مهنة يعني بروفيجي لكن علي وهذا ممكن الذي يميز علي بدر على بقية العدد كبير من الكتاب الذين يعيشون في أوروبا وفي المهجر تحديدا والذين يعيشون على هذه النوستالجيا لا يتقدموا لا يندمجون في مجتمعاتهم الأوروبية وغيرها لا يعيش يكتبون اليوم المعيش إنما يعيشون على الذكريات وعلى قراءهم التي انطلقوا منها ويقفون وكأنهم توقفوا عن الحياة هناك طبعا ويعيشون اغترابا كاملا واستلابا داخل مجتمعات أوروبية وفي نفس الوقت هم لا يستطيعون قراءة المجتمعات الداخل لأنهم بعيدون عنها بالضبط هذا التحليل هو التحليل الفعلا الذي ينطبق على وضع الرواية والأداب وحتى الأفكار بشكل عام شوفه فيه شيء وهذا معمون بي ويمكن هناك حتى كتبته في بابا سارتر تتكلم عن المثقفين واحدة من الأشياء التي دوما أقولها على العلوم الإنسانية لا تأخذ فقط الوقاع ولا ما عليها تأخذ الأوهام أيضا نعم نحن لسنا فقط وقاع حقيقية حدثت ولكن لدينا أوهام أيضا ممكن أن تكون مجالا للعلوم الإنسانية ومجالا للرواية أيضا المشكلة الكتاب الذين يعتقدون أن الرواية لا تكتب إلا عن طريق النوستالجي نعم يعني استعادة المكان لا يمكن أن تتم إلا في مكان آخر ويذهبون إلى هذا المكان الجديد يتغربون عنه تماما يعني فيه قطيعة بينه بين المكان لا يستطيع التصالح معه لا لغويا ولا إنسانيا ولا حتى وجوديا ويحاول استعادة ماضي قد ذهب هي المدينة النفسها لم تعود يعني هي راح التغير التمام هو محاولاته يعني العامة في إطار المدينة هو عبارة عن جه الكلي بشكلها تظهر الرواية المكان فيها شاحب يعني ليس الوجود لمكان حقيقي الرواية عبارة عن خطاب خطاب فردي مغلق مغلق يعني ما بيكل وعلينا الاستمرار بي يعني عليك أن تقرأ مناجات وأحزان ولكن هذا من يهتم بها يعني اليوم يعني أنا يعني دائما بوجهة نظري الرواية هي عبارة عن نوع من التطور يعني التطور يعني السرط هو يتطور يعني الحدث لا يبقى في مكان يعني من غير مكان أن تكتب عشر صفحات البطل بعدما نهض من السرير وبعده يفكر في مكان نعرف وين وقرأنا رواية كثيرة من هذا يعني البطل لا يتحرك منه إلى مترين وبالتالي يبقى ولكن الرواية تطور هي ذهنية أيضا لا تتحرك طبعا ذهنية لا تتحرك ولأ شوف اليوم أنا بوجهة نظري يعني صار العام الحاسم لا النقط ولا لا اليوم العام الحاسم اللي صار في الرواية هو القراء يعني أول مرة يصار لدينا قراء بالرواية وبالتالي هؤلاء القراء يعني يبحثون عن تجربة عن تجربة حياتهم وأنا أعتقد أن وضع الرواية الآن بشكل أفضل بسبب هذه التغييرات الاجتماعية اللي صارت طيب يعني هذا لا ترى أن هناك أيضا تناقض عليه أنت تتحدث عن الرواية كجنس أدبي نشأ في الطبق الوسطى وتقريبا حتى أبطالك وأجواء الكتابة كلها تتحدث عن هذه الطبقة هذه الطبقة الآن في العالم العربي تحديدا مهددة كل يوم تتآكل لتلتحق بطبقة دنيا التي تتحدثت عنها وكأن هذه الطبقة المتوسطة تختفي ويعني هل هذا يهدد الرواية في المستقبل؟ لا يعني شف يعني فكرة الطبقة الوسطى صارت يعني ما في يعني اقتصاديا بعد ما في تحديد طبقة الوسطى من هي الطبقة الوسطى يعني لوجه يعني صارت طبقة عريضة جدا عريضة وبالتالي الأبطال الطبقة الوسطى يعني هم ليس مثل ما كانوا وهو كان تصور قديم يعني للطبقات للطبقات كان الفلاحين والعمال والباقي أنه وكلهم طبقة وسطى الأدب الماركسي أول من أصر أنه الأدب يجب أن يكون أو يتركز في البداية على البروليتاريا يعني على فكرة العمال ولكن المشكلة أنه هذا الأدب فشل تماما وفيما بعد طبعا صار أيضا يعني عن الفلاحين يعني صار ظهر أدب عن العمال وأدب عن الفلاحين وهذا شفناه يعني ما يطلق عليه بالدول الاشتراكية يعني بالتحسن ولكن هذا كل أنهار نعم رجعنا إلى فكرة البطل الأولي اللي يسموه طبعا بهذا التخطيط العريض اللي هو الطبقة الوسطى شوية لا هو برجوازي ولا هو فقير يعني هذا اللي عنده فلوس هلأ اللي يقدر يروح للمقهى ويشرب ويسافر لأنه كيف تتصنع بطل لا يسافر لا يسافر يعني ممكن هذا حتى المتساولين يسافروا أو حتى بالضبط بالضبط هذا كله صار هو لا عامل ولا فلاح يعني العامل البروليتير اللي ما عنده والي يشتغل من الصباح إلى الليل ولا هو الفلاح اللي هو يعني في الحق يعني فشلة الرواية الفلاحية والزراعية فشلة الرواية هاي العمالية اللي كلها مشاكل العمال داخل المصنع وبقات الرواية اللي هو هذا البطل اللي يعوض لأنه في تقديري يعني ظهور الرواية في الغرب يعني بعد أن قطع الغرب يعني العلاقة مع السماع يعني بهذا التدشين خلينا نقول عليه الكانطي للفكرة الأساسية أنه هذا عالم هو هذا عالمنا اللي إحنا اللي موجودين فيه تحول من البطل الديني إلى البطل اليومي يعني بدل ما هم القديسين وآخره صار الليجون والناس العاديين يعني هذه العوام من الناس وهؤلاء هم يعني الناس يعني تبحث عن أبطال بعد ما تبحث عن أبطال قديسين تبحث عن أبطال اللي مشبهوهم أبطال اليومي أبطال اليومي يعني هذا الفاشل من الأوغاد ومن الكثرة هذه بضوت بضوت هذا كله أنا ومجهة نظري هو اللي خلو الرواية استمرارية وهذا لا تنتهي وإحنا صار عندنا يعني اليوم قارئ متقديري كبير يعني عدنا اللي هم الموظفون في الفيسبوك بالسوشيال ميديا يعني في بطالة كبيرة بالعالم العربي يعني في وقت فراغ اللي نقول لي مو بطالة في وقت فراغ كبير بالعالم العربي بدأ في عندنا نساء كثيرات طبعا أكثر القراءة هي نسائية 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 وبالعالم يعني أعتقد نعم يهي الشكل والثالث يعني فئة جديدة من الشباب اللي بدأت تبحث عن يعني محاولات فهم مجتمعاتهم طالما لا وجود له علوم ونسانية لا وجود لي يعني يعني بهكذا يعني تفسر مثلا مقرؤية كتب عربي مقرؤية كبيرة وصل إلى الشباب وصل إلى القراء يقرؤوا لو بالألاف ولا أحيانا بالملايين وهناك كتاب آخرين فشلوا في أن يصلوا إلى القراء بالضبط يعني القارئ موجود القارئ موجود لكن ماذا يبحث القارئ ماذا يبحث يبحث عن معلومة يعني شوف هذا أول من كتب عنا حقيقة هو في كتابه هو عصر الفراغ وأنا أعتبر هذا واحد من الكتب المهمة هو يقول للإنسان الحديث القديم كان يبحث عن تدمير اللغة تدمير تهشم يقول اليوم القارئ لا يهتم تهشم اللغة شوف الشغلة باللغة يعني ما عنده هدم السرد ماذا ما معني بهذا اليوم القارئ هو براغماتيك هو يريد يقرأ رواية يضحك بها يشوف المحيط تقدم له معلومات تقدم له معلومات أنت رائع مثلا على البلد هو هلا يعني أنا دائما يعني أقول الأصدقاء يعني الأوروبيين اللي سافر على بلدها يقول لا تبحث من العلوم المجتمعية والآخرية عن تونس قرأ رواية تونسية عن مصر قرأ رواية مصرية صحيح صحيح عن بغداد قرأ رواية عراقية يعني شوف شو الحياة وإلى آخره هذا ما قاله عبد الرحمن منيف جاء أن المجتمعات العربية ستحتاج قراءة الرواية لتعرف تاريخها يعني في النهاية توفيق عمران لماذا كل ثورة على الديكتاتورية تليد ديكتاتورية جديدة أو فياء لديكتاتورية البروريطاريا يقول كنت شكرا علي فدر أسعتنا بهذا اللقاء المتميز الحقيقة أنت تحتاج سلسلة حاولنا أن نمرر بعض طبعا عنوينك وأغلفة هذه طبعا الترجمة الإنجليزية لبابا سارتر هذه الرواية المتميزة جدا الآن أعمالك تصدر عن دار المتوسط إذن في أكثر تقريبا في طبعاتها كلها ستصدر بس بالتوازي وكل كتبه ستصدر عن دار المتوسط عن دار المتوسط دار متميزة الحقيقة جدا هذا سخب ونساء وكاتب مغمور هذه صادرة مؤخرا آخر ملوك الرمال في طبعا في الطبعة الرابعة والكثير في الحقيقة هذه طبعا التبغ حرس التبغ في ترجمة فرنسية صادرة عن لوسوي هذه صادرة حديثا حديثا من شهر طبعا أنت تتحق بهذه الدار العظيمة بيركولك الكثير من الأعمال طبعا مرت كلها في الشاشة شكرا علي بدر أسعدنا بأن تكون ضيفا متميزا في بيت الخيال ويسعدنا أيضا أن توقع لنا في هذا الدفتر دفتر بيت الخيال للأعداد الخاصة شكرا على خط الروائي العراقي علي بدر ضيف بيت الخيال الليلة عزيزي المشاهدين شكرا على متبعتكم لهذه الحلقة في انتظار أن نلتقي في حلقة قادمة من بيت الخيال مع ضيف جديد وموضوع جديد لكم مني كمال رياحي أجمل تحية إلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة